داء السكري هو داء مزمن وكيعطيه أعراض وكيعطيه مضاعفات واليوم احنا بصدت الحديث عن تأثير داء السكري على الشرايين اللي ما معروفش لأن المشكل اللي كيوقع هو أن الأعراض ديال تأثير داء السكري على الشرايين وبالخصوص الشرايين الأطرف ما كيتبينش حتى كيفوت الفوت يقدر الواحد هاد الشرايين ديالو يتخنقو بستين ولا بسبعين في المياه وما كيحش بالأعراض ما كيحش بالألم ما كيحش بهذاك المشي المتقطع ما كيحس حتى بشي حاجة حتى يجي في آخر المطاف وبعد النبات من المؤسف تيكون آخر اقتراح هو بطر الأطراف فالناس اللي عندهم داء السكري ميتسنوش يحتاجهم هذه الأعراض خصوصهم يمشوا عند الطبيب المختص الشرايين باش يدير لهم تشخيص ويقوم هادك المشكل اللي عندهم باش يعطيهم الأدوية أو النصائح لتفادي العمليات أو تفادي بطر الأطراف لأنك مأكد أن الأعراض الواحد اللي في داء السكري ما كيحس حتى بشي أعراض حتى ذاك العروقة ديالو كيتسدو بواحد درجة مهمة وميومية لزاف لكتوصل تل 95% عادي قدر يبدأ يحس بالأعراض